سينار هذه الزيارة ربما جاءت بعد دعوة من الجانب الإيراني إلى رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني بطلب بزيارة طهران وبالتالي هو لبى هذه الدعوة لكن التسريبات التي وصلتنا تشير بأن السوداني سيناقش ثلاثة ملفات مهمة مع الجانب الإيراني ملف المياه، ملف الحدود وأيضا ملف القصف الإيراني المتكرر الذي يطال الأراضي العراقية منذ فترة وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى لجنة نقاش ستكون حاضرة ومشتركة ما بين الطرفين وسيشارك فيها السوداني أيضا السوداني في زيارته هذه ربما حمل ملفات أخرى ومنها الملف الاقتصادي الذي سيكون حاضرا على طاولة الاجتماع على الاعتبار أن السوداني ذهب مع وفد حكومي إلى طهران وأيضا هناك مسألة مهمة أن زيارة السوداني إلى طهران هي واحدة من الزيارات التي لديها أسباب حزبية على الاعتبار أن هناك الكثير من الكتل السياسية تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران إضافة إلى دولة العراقية التي لديها أيضا علاقة جيدة مع إيران وبالتالي هو تعزيز لدور العراق في المحيط الأقليمي لأنه من المتوقع أن يناقش السوداني أيضا مسألة الوساطة ما بين طهران والرياض ومسألة استثباب الأمن في المنطقة على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى الدول أجوار العراق نعم سينار نعم محمد هل هناك ردود أفعال صدرت من الجانب العراقي سواء كان ردود أفعال رسمية أو إعلامية أو في الشارع العراقي على هذه الزيارة لا حتى الآن لا يوجد ردود أفعال على اعتبار أن زيارة لم يمضي عليها سوى ساعة من الآن وبالتالي ردود الأفعال لم تظهر من قبل الكتل السياسية ولا حتى من قبل الكتل الأخرى خارج الحكومة أو حتى داخل الحكومة أما بالنسبة للمستوى الشعبي فمن المبكر ربما أن تظهر ردود أفعال هم ينتظرون ما الذي سيناقشه السوداني في هذه الزيارة السريعة طبعا هذه الزيارة ربما لن تستمر إلا اليوم واحد على اعتبار أنها زيارة سريعة وبالتالي ردود الأفعال ربما من المبكر رصدها داخل الأوساط الشعبية وحتى السياسية